وللمزيد ينضم إلينا أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ أيمن يعني المفاوضات التي تستقبلها القاهرة الآن وتستضيفها توصف بأنها مفاوضات شاقة إلى أي مدى تتفق مع هذا الوصف بعد التحية لكرة الكريمة وكل أستاذ أستاذ المشاهدين والسلام بالتأكيد هي طبعا المفاوضات شاقة استمرت الآن على أكثر من ثلاث أسابيع متصلة القاهرة تعتبرنا القضية الفلسطينية هي قضيتها بكل معنى الكلمة وتبتل جهد كبير جدا لحق اندماء الشعب الفلسطيني بعد أكثر 7 أشهر من هذه الحرب التي استشهد بها أكثر من 35 ألف طبعا مواطن فلسطيني إضافة إلى 80 ألف صابعا ومصر استقبلت ألاف من الجرحى ليطلقوا علاج في المشافي المصرية مصر ركبت الجهد الآن لإنجاح هذه المحوضات بجولات مكيكية يقوم بها طبعا الوحوض المصرية كانت طبعا في الجلسات التي تعقد الآن في القاهرة منذ عدة أيام وحتى في لقاءات وجولات في تلبيب لإقناع الأطراف جميعا للوصول إلى التفاق بسرعة قطع شرط كبير والأمور كانت قد نضجت بشكل أساسي إلا أن طبعا للأسف الشديد طبعا كان هناك قضايا عكرت ذلك وأنا أعتقد حتى الآن الأمور إيجابية من جانب أستاذ أيمن يعني مصر حذرت من العواقب التي تنتج عن إقدام إسرائيل على اكتياح رفح الفلسطينية حذرت من هذا الهجوم الإسرائيلي برأيك إلى أي مدى من الممكن أن تستجيب إسرائيل لمثل هذه التحذيرات من مصر حتى أو من الولايات المتحدة للأسف الشديد الرسالة التي تأتي من تلبيب لا تدل على التفاقل بصراحة ولا تدل أنها كاستجابة من قبل تلبيب لا للنداءات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى للتحذيرات التي تأتي من مصر بالفعل هي بدأت هي اشتاحت جزء من رفح قبل يومين وسيطرت على معبر رفح البري ولا زالت طبعا بكل وقع يتحدثون إن كان سمريتشا وبينغفير ولا غلات المتطرفين داخل حكومة نتنياهو نام سيكمل لتالك والأسف نتنياهو وضعناه يفشل في الضغط على هلاء الذين طبعا حلقاء في الحكومة الذين يضغطوا عليه لإكمال الاشتياح في رفح البعض يكبر أننا قام به الاحتلال في الأيام الماضي هو انباب فقط طبعا الضغط على المفاوضين ولكن نحن نعلم ما يفكر به بصراحة نتنياهو نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي وهذه المعضلة بصراحة الكبرى خلال المفاوضات الجميع مقتنع أن ضرورة أن تنتهي هذه الحرب إلا نتنياهو طبعا ما يشعرون الذين يروا أن إذا انتهت الحرب هم انتهوا سياسيا لهم لا يريدها هذه الحرب أن تنتهي ويريده باستمرارها بشكل وضع أستاذ أيمن نحن نتابع أيضا موقف حماس من الورقة المصرية وأن حماس أعلنت بالفعل موافقتها على هذه الورقة حتى أمام رأي العام العالمي كيف ترى موقف إسرائيل من استمرار أو الإسرار على اغتياح رفح وموافقة حماس على الورقة المصرية إلى أي مدى هذا الموقف يضع المفاوضات الآن في مأزق أو يضع إسرائيل نفسها في مأزق أمام العالم يعني إسرائيل التي تدرب بعرض الحالة بصراحة حركة حماس القناة أعلنت قبل أيامنا تقبل بالورقة المصرية فجاءنا أن الاحتلال ادعى أن هذه ورقة معدلة عدلت حماس وهذا غير صحيح لأن حماس قلت نحن نقبل بالورقة المصرية ولا تستطيع أن تعدل ورقة سلمت بيدها ولكن الاحتلال الذي أثار على ذلك ليتهرب من أي التزام وبالتالي أعتقد الاحتلال الآن يواجه العالم كله ليس فقط الفلسطين ولا مصر ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو يواجه كل العالم ويصر على أنه طبعا يكمل أهدافه طبعا إذا ذهب إلى رفح وفشل في رفح كما نرى الآن هو عملية اشتياح متدرجة في رفح ماذا سيقول بعد عدة أيام سيقول نحن لازلنا في المعركة نتني أوقت الكريمة لا يريد هذه الحرب أن تنتهي لأنه يدرك أنه إذا انتهت هذه الحرب وانتهت سياسين وبالتالي سيضع دائما المعيقات لعدم إكمال مشهد انتهى هذه الصفقة لأسن سيد أيمان هل تخاطر إسرائيل بعلاقاتها مع دول الجوار مع مصر والأردن وأيضا بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والتي أعلن اليوم جو بايدن بأنه سيوقف إرسال المساعدات إلى إسرائيل لمساعدات العسكرية في حال أقدم نتنياهو على اكتياح رفح هل تخاطر إسرائيل بكل هذه العلاقات في سبيل الإصرار على تنفيذ الخطة الإسرائيلية للأسف نتنياهو يعيش حالة جنون العظمة لا يكثرت لكل ذلك وحكومته أيضا يتحدثون بنفس الصياغ بسم روتش وبنغفير ويهاجم الولايات المتحدة لما كانوا يستجدوها في السابع من أكتوبر لكن أنا أعتقد يعني يمكن أنا أعتقد التهديدات الأمريكية بالعادة غير جادة لأنه هددوا قبل ذلك ولم ينفدوا الفترة يهددوا بها قالت جوالي ستيجونال في الثالث من إبريل الماضي أنه خلال فترة تهديد تم تنفيذ ثلاثين صفقة سلاح سرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الأسرائي ذلك بصراحة نحن لا نصف في تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالتأكيد لدينا طرق العربي ممثل في مصر والأردن التي طبعا الاحتلال بحاجة إلى الهدوء بشكل كبير جدا ومصر تضغط بشكل كبير في هذه المرحلة للوصول إلى هدن ولكن أنا أعتقد لو فشلنا في الوصول إلى موافقة كاملة على الهدن فالأقرب أن نجد تنفيذ المرحلة الأولى من الهدن وقد يعلن عنها خلال ساعة هذا الجهد الذي يبدل الآن من قبل كل الأطراف حتى لا يعلن عن فشل هذه المفاوضات ونعرف أفضل كريم أن الهدن تبرد الحروب عسى أن تكون هذه الهدن طويلة فرصة لتبريد الحرب وليست كالهدنة التي كانت في فبراير الماضي أشكر الجزي للشكر الأستاذ أيمن الرقب أستاذ العلم السياسية بدمعة القدس